طيب ميكمل بقى بشو هندسين بعد ما حطينا الستاتيكال سيستم للدور الارضي حطينا مرة بنظام السوليد سلاب والفلاد سلاب وطبعا رعينا الاقتصادية ورعينا المعماري تمام طبعا الاقتصادية احنا نعمل البلان كله سوليد سلاب ده ارخص نوع بلاطة ولكن بسبب الظروف المعمارية اضطرتنا ان احنا ندخل نظام تاني مع السوليد سلاب النظام ده مرة عملناه فلاد سلاب ومرة هولو بلوك سلاب تمام عشان نتعلم الاتنين هنا في مصر يا هندسة زي ما قلت لك ان احنا نستخدم الفلاد سلاب اكتر من الهولو بلوك سلاب الهولو بلوك سلاب مش شائع هنا في مصر هو شائع في دول العربية تانية زي السعودية زي ليبيا زي لبنان ولكن طبعا ايه برضو موجود هنا في مصر فلازم برضو نتعلم ازاي نصمم الهولو بلوك سلاب خلاص طيب انما بقول لك مثلا لو جاي لك هنا مشروع في مصر في الغالب هتعملوا ايه بالشكل ده خلاص يا هندسة طيب بعد ما حطينا الاستاتيكال سيستم المفروض الخطوة اللي بعد كده يا هندسة ان احنا نروح نفرد القطاعات المبدئية تمام فاكر بقى الخطوات في درس الاستاتيكال سيستم كنت بقول لك بعد ملحوظ الاستاتيكال سيستم بنروح نفرد ابعاد مبدئية لان انت لما تروح تعمل اناليسز يا هندسة على برنامج الاتاب او مني ولا او اي ان كان هتروح تحسب الاوزان الاوزان دي يا هندسة داخل فال اون ويت بتاع القطاعات دي فلازم ان تفرض ابعاد مبدئية لغاية ما نعمل تحليل ممكن تكون الابعاد دي مناسبة ممكن تكون سيف بزيادة ممكن تكون انصيف هنشوف خلاص طيب بنفرض الابعاد دي بناءنا عليها بشو مهندس بناءنا على الخبرة هنصر الخبرة تمام وبناءنا على جداول الكدمة دهل تمام يعني انت مثلا يا هندسة صممت مثلا 20 مشروع ابل كده فانت عارف القطاعات اللي بتطلع في معظم المشروع بتكون مثلا قطاعات قد ايه تمام يا هندسة عشان كده مثلا مثلا ممكن اراح اقول لك مسلا احنا هنفرض القاميرات بقطاع كذا مبنان علي ايه ببنانك ان صممت المشروع كتير وصممت المشروع بنفس الستايل كتير ففي الاقالب يعني فهم ايه الدنيا طبعا ايه بيسهل علي لان حتي تاني انت تخش على جداول الكود وتمسك قاميرا قاميرا مثلا تطلع لها قطاع ده حاجة مسهلة تمام ده حاجة بتاخد وقت واحنا في سوق العمل تمام بيكون مطلوب منك تسلم المشروع بسرعة خلاص يا هندسة فالاول هفرضها معاك بعمل الخبرة تمام زي السوق وبعد كده يا هندسة هنروح نشيك برضو باستخدام جداول الكود عشان برضو النوتة الحسابية تمام يا هندسة طيب هنبدأ بيا بيشوهندس هنبدأ بالقاميرات نبدأ نفرض طبعا عرض القاميرات خلاص احنا واخدينه زي الحيطة واخدينه 12 سنتي تمام طب صمك الكاميرا هو ده الكلام بايا هندسة تمام بص يا هندسة لو روحنا عالكتاب بتاعنا لو فتحنا جزء الكاميرات طبعا ده الجدول اللي بتجيب منه سمك الكاميرات ديه تلكاميرات المدفونة وديه تلكاميرات الجاسئة اللي هي بسقوط تمام قال لك يا هندسة هنقسم بحر القاميرا الخالص الوصافي على ايه على المعاملات دي المعاملات دي بتعتمد على استمرارية يعني مثلا بقول لك والله لو قاميرا سيمبل هنقسم مثلا بحر القاميرا على ايه على 12 لو قاميرا كنتونس من ناحية واحدة هنقسم على 14 كنتونس من ناحيتين على 16 لو كابول هنقسم على 5 تمام يا هندسة طيب الكلام ده لو انت مستخدم ف يلد طيب لو انت تستخدم F يلد مختلف عن الربعمائة وعشرين هتضرب في الفاكتور ده هتضرب القيم ديه في الفاكتور ده اللي هو بوينت ربع زاد F يلد اللي انت تستخدمها على سبعمائة طيب واقل لك هنا شوات معلومات اقل لك يجب ان لا يقل عرض القمرا عن عرض الحق تمام ديه تلكود ما تكلمش فيها ولكن احنا دايما بناخدها كده بحيث ان انت اقل عرض عندك ما يقلش عن عشر سنتي يعني اقل عرض القمرا عندك ما وابدت لو عن عشرة سنتي عشان نعرف نحط الحديد عشان نعرف نصب القمرا وكادة تمام طيب يجب الله يقل لي سمك القمرا عن خمسين سنتي يعني مسلا روح تطبعت مسلا معاملات الكود لقيت قمرا مسلا جالك أربعين سنتي قمرا تلاتين سنتي خلي بالك معاملات الكود دية ما بتجيبش ارقام كبيرة يعني بتجيب ارقام قليلة فانت المينوم دايما يا هندسة خمسين سنتي تمام واعماليا ستين كمان تمام بس خمسين ماشي يعني ماشي. يعني قمرة شغال. بنشوف قمرات بتعمل خمسين. انا شخصيا مش بصمم القمرة بصمك خمسين. انا بالنسبة لي اقل لها حاجة ستين. تمام? طيب القمرات المدفونة بقى نبقى نتكلم عليها بعدين. نرجع كده يا هندسة المشروع بتاعنا. يبقى يا هندسة خلاص انا هافرض القمرات مثلا بتاعتي. وليكن اتناشر في ستين. تمام? هنا في مصر بنحب نفرضها اتناشر في سبعين. تمام? ليه سبعين يا هندسة? لان دلوقتي مثلا لو احنا عندنا ادي الدور مثلا اوت. الدور كده بيكون ارتفاعه تلاتة متر. تمام? معظم المنشآت بيكون ارتفاع الدور تلاتة متر. خلاص? طيب ارتفاع الباب يا هندسة ارتفاع الباب بيكون اتنين تلاتين. ارتفاع البواب عندنا بيكون اتنين تلاتين. فبيكون بقى قد ايه من الساق? سبعين سنتي. تمام? فبنفرض القمر سبعين سنتي عشان ايه? عشان ما نروحش نعمل عتل. فخلاص القمرة ايه? تكون هي ايه? يعني عصفورين بحغر بمعنى صح كذلك الشبابيك يكون مثلا هنا عندك باب عندك هنا شباك برضو بالشكل ده فالقامرة تكون هي ايه قامرة وفي نفس الوقت ايه عاملين عتب للباب والشباك خلاص يا هندسة انا بقول لك ده عمليا في مصر بيتم بالطريقة ديت يعني تمام فاحنا نفرض القامرة يا هندسة اتناشر في سبعين طيب في عندنا قامرة هنا خمسة وعشرين يبقى خمسة وعشرين دي هدي بقى خمسة وعشرين في سبعين تمامي يا هندسة طيب ايه ده مبدئيا وبعد كده هنروح نشيك على جداول الكود في الاخر كده على كم قمرة يعني كم قمرة كبيرة كده عشان مسلا البتاق اللي بيراجع مسلا وراك في المجمع العشرية او كده ايه لو مسلا نشك في القامرة دي قامرة طويلة مسلا عايز يشوف سمكة وفقا للكود ايه تكون ايه تكون موجودة في النوت تمام طيب بالنسبة بقى للقامرات انا اقول لك على حاجة بقى خلاص انت فرطتها ممكن انت خلاص تحطها في دماغك ولما تروح تطبع الهتاب انت عارف وممكن انهم جايين كتبين على الايه على البلان وده اللي احنا هنعمله طيب بتكتب على البلان ازاي بشو مهندس لو جينا مسلا من الجزء الكامرات بص اندسة فيه طريقتين فيه طريقتين لكتابة القامرة على البلان اما انت تكتب القامرة بقطاعها هوريك ازاي لو جينا مسلا المشروع ده هدي كده مسلا بشو شكل ده خلاص مش عايزين ده ثاني ولا سيبه نشرح عليه بصي هندسة فيه طريقتين يا هندسة مبدئيا انك تكتب القامرة تمام النموذج بتاع القامرة بالقطاع بتاعها على البلان تمام يعني يا بشو مهندسة يعني احنا مسلا عندنا وليكن آآ خمسين قامرة في المشروع تمام عندنا خمسين قامرة طيب بنروح نعمل لهم نمزجة حاجة اسمعها نمزجة كده نقول والله ديت هتاخد كاف اتنين ديت هتاخد كاف واحد تمام كاف واحد ديت يا هندسة لو جينا نبص مسلا هنا كاف واحد مسلا اتنين اتناشر كاف اتنين اربعة اتناشر تمام كاف تلاتة اتنين اتناشر واتنين ستاشر كاف اربعة اربعة ايه ستاشر تمام طيب هتلاحز يا هندسة ان الجدول ده مش موجود في قطاع معنى كده ان النموذج ده خاص بالتسليح فقط يعني لو جينا هنا يا بش مهندس هتلاقي هنا آآ بيقولك القطاع ده اتناشر في سبعين يعني القطاع بيكون مكتوب على البلان تمام معنى انه who cave 2 يعني ان هو قطاع اتناشر في سبعين وهياخد اتنين هياخد اربعة اتناشر في قيمة يا هندسة تمام ده مثلا يقولك اتناشر في سبعين وايه نموذج كاف واحد فتيجي تبص اه كف واحد ديت اتنين اتناشر تمام طيب عندنا مثلا قمرة خمسة وعشرين آآ قمرة خمسة وعشرين بيقول لك القمرة دي تكون قطاعها 25 في 70 وهتاخد كاف خمسة طب كاف خمسة دي اللي هي هي هندسة اللي هي خمسة 16 في قيمة القصة يا بيش مهندس دي اول طريقة طب الطريقة التانية الطريقة التانية انك تكتب تكتب القطاع في الجدول لو جينا كده يا بيش مهندس انا اعمل لك الاتنين يعني ده دي دية الطريقة اللي انا قلت لك عليها هيجت تمام دي اولي احنا نشتغل عليها ودي الطريقة التانية القطاع موجود في الجدول القطاع موجود في الجدول لو هي هندسة تمام فهتروح تكتب هنا يا بيش مهندس كاف مثلا تلاتة بس لو جينا هنا مثلا اهوت يا هندس ده كاف واحد تمام كاف واحد مثلا تمام فتيجي بقى على الجدول يا بيش مهندس هتبص اه هتلاقي كاف واحد ديت يعني هتاخد اتنين اتناشر تمام لو لقيت مثلا ايه اه وطبعا قطاعها اتناشر في سبعين لو لقيت مثلا على البلان كاف تلاتة معنا كده كاف تلاتة اتناشر في سبعين وتسلحها اتنين اتنين ستاشر واثنين اتناشر سفر فاهمني هندسة يعني دي طريقة ودي طريقة هتشوف ده في سؤل عمل وهتشوف ده في سؤل عمل اللي اتنين موجودين في مصر يعني اللي اتنين موجودين في مصر برا مصر فين عادي بصراحة تمام بنشتغل بالطريقة دي اللي هي خلاص القطاع بيكون موجود في الجدول ولكن عادي يعني انا بقول لك ان ده عادي وده عادي لو قابلك لحة كده وقابلك لحة كده تكون فاهم انا بقول لك على الطريقتين ليه هحاول دايما انا جمع لك كل اللي انت هتشوفه في سؤل عمل خلاص يا هندسة طيب احنا هنشتغل باني طريقة هندسة احنا نشتغل بالطريقة الشائعة في مصر الطريقة الشائعة في مصر يا هندسة انهم بيكتبوا ان القطاع على البلان تمام اول خلينا نديله نفس الشكل ده نفس اللير تمام ونجي كده يا بش مهندس بنكتب بقى بش مهندس نبدأ مثلا بالايه بدور الارضي ماشي نبدأ بالارضي بنكتب بقى بش مهندس القطاع على البلان تمام بنكتب القطاع على البلان والنموذج ده بش مهندس خليه كاف واحد مبدئيا خلي كل النماذج كاف واحد لغاية ما ايه ما نصمم يعني لغاية ما نصمم تمام فهيكون دي الجداول بتاعتي لما اجا صمم بقى بش مهندس هتكون دي تجداول اهود دي القامرات السقطة مثلا انا صممت يا بش مهندس طلع مثلا عندي محتاج مثلا اربعة اتنشر فهروح ايه اونجا اقول له ايه خلاص يبقى القامرة دي تاخد كاف اربعة واروح اونجا ايه ما عدل ايه الكاف دي كاف اربعة تمام فانا هكتب القطاع على البلان تمام اه وبرضو يا هندسة في المحاضرة لو رجعت في المحاضرة اه رقم عشرة المحاضرة رقم عشرة يا بش مهندس اللي انا بخطي لك فيها مشاريع دايما المشاريع اللي انا بصممها وبنزلها لك في الغالب دي مشاريع بتكون برا مصر هتلاقي فيها الشكل اللي انا اقولت لك عليه يا بش مهندس اللي هو ده تمام فانت لما تشوف المشروع بعينك وتشوف الجدول هتفهم اكتر هيكون بنفس الطريقة دي اللي هو كده يا بش مهندس تمام هتروح هتلاقي كاف مثلا كاف واحد كاف اثنين كاف ثلاثة على البلان ولكن هتلاقي قطاع في الجدول يعني ايه احنا بنحاول نسهل على الناس يعني مثلا في السعودية شغالين كده على اساس ايه الصناعية في الموقع بيبقوا فاهمين كده تمام ما تلغبطهمش هبنقول ما تلغبطهمش طيب انما هنا في مصر يا هندسة قلت لك الطريقة دي موجودة والطريقة دي موجودة ولكن دي الشائعة الشائعة اللي هي بتبقى بالشكل ده هندسة تمام ده طبعا المشروع اللي احنا بنشتغله دلوقتي تمام انا طبعا مصممه قبل كده اه مثلا اهاتي هندسة ده الشائعة اللي هو بنكتب مثلا ايه اه القطاع اه على البلان وبيكون الجدول خاص بالتسليح فقط لا غير تمام يا هندسة طيب انا برضه هبقى سيب لك لواح المشروع ده يعني المشروع ده احنا مصممونه في الحقيقة تمام وعمل شوب دروين كمان المشروع ده انا مصممه قادي لواح التندر تمام لواح التصميم تمام وقادي كل دي لواح شوب دروين جاءت يا فش مهندس وقامرات وقامرات معمولة لنا شوب دروين كمان تمام والسلالم وكذلك الايه الاعمدة والاساسات وكل حاجة هسيب لك المشروع ده بس ان ما نتخلصه ان شاء الله تمام خدلي ديكو ده قبية هندسة اضطع على كل البلانات كده اضطع على عفوا على كل الكاميرات بالشكل ده تمام ممكن نصغر الكاميرا شوية بس عشان ايه نقول له سكيل نقول له مثلا بوين تمانية خليه كده افضل خلي كل الكاميرات كاف واحد مبدئين يا هندسة احنا لسه مصممناش تمام يعني كل القصة ان انا دلوقتي حاطت بس الهدف ان انا احطت بس ايه اه ان القطاع ده اتناشر في سبعين تمام تمام خلي دايما القاميرا كده في المص خلي الشكل جميل كده بشوهندس تمام القاميرات الخارجية خلي القاميرا بتاعها القطاع بتاعها برا مش جوه تمام في هنا شباكة اهو تشيلو تمام طبعا القاميرا دي هتكون مقصرة مع السلم تمام فاقطلها كده بشوهندس ايه طبعا احنا بصل لها من من تحت الفوق تمام فا نشوف هنا كسرة كده بالشكل ده تمام بعد كده اخد داكوبي كده وليه فوق قلو روتيت تمام كده حطنا على كل الكاميرات هوا فينا كاميرا صغيرة برضو قط عليها قطاع كده تمام يا هندسة ديت بس اكون ايه قلو كاف واحد برضو خمسة وعشرين ايه بس ايه يا سبعين يبقى اولنا كاف واحد هتخصة بايه بالجدول التسليح وحنا لسا ما سلحناش نسيب كله بس كاف واحد مبدايا كده هندسة تمام طيب نروح برضو ايه نروح هنا نفس الكلام ملاص احنا ممكن نقول له هنا ايه ايه ااي زوليت من هنا كده لانه هو هو مختلفات بسيطة يعني تمام تمام القاميرات دي هتكون 25 تمام طيب ونحط هنا برضو القاميرات هتدول كده طبعا القاميرات فوق هي هي فهممكن نقول له ايه قل له ايزوليت كده يا هندسة كل ده كل الكاميرات دي هي هي تمام كل القصة انها هيزيد كاميرات قريبا زودهم خلاص تمام طيب ممكن نعمل حركة لزيزة برضو ثم كده كده شبه بعض معلملي على دول كده قل له ميرور هذا الميرور ما تزددش طيب تاني كده تمام كده تمام القاميرات دي بس مش موجودة كانت موجودة في الارض مش موجودة هنا تمام شعيك كده ان الدنيا مضبوطة انه عايزين هنا قاميرا تمام القاميرا دي برضو هنحط لها هنا برضو عندنا هنا قاميرا وهنا قاميرا وهنا قاميرا هنا قاميرا كله كده تمام كله كده تمام تمام خلاص كده مضبوطي هندسة كله تمام يا هندسة خلاص يبقى انا كده بش مهندس خلاص حطيت كده ايه القطاع القاميرات بتاعتي فرطانية اتناشر في سرعين خلاص مفروض الخطوة اللي بعد كده نفرد البلاثات تمام تمام ترجمة نانسي قنقر